بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سألني أحد الأحبة الكرام عن قوله تعالى وكان عرشه على الماء يقول نحن نعلم أن بداية خلق الكون علميا كانت من جزيء صغير جدا هذا الجزيء انفجر أو تمدد أو توسع هناك نظريات عديدة ثم بدأت المادة تتشكل والضوء وكذا وتشكلت النجوم والمجرات إلى آخرها عبر مليارات السنين فيقول الماء خلق لاحقا يعني ترتيب خلق الكون علميا نحن نتحدث حسب نظريات الانفجال الكبير مثلا بيك بانج أن هناك حتى يكون لدينا ما ينبغي أن يخلق الإلكترون مثلا أولا ثم يخلق البروتون الموجب النيوترون السالب ثم البروتون الموجب ثم تخلق منهما ذرة الهيدروجين ثم بعد ذلك تخلق النيوترونات الحيادية يعني ويكون هناك كمية كافية لتشكل ذرة الأكسوجين هذا نحن نتحدث علميا بعد ذلك هناك قوة ما ستطبق على ذرتين على ذرتين من الهيدروجين ليلتحما مع ذرة من الأكسوجين ويشكلان الماء يشكلان جزي الماء إذن خلق الماء أو تشكل الماء أتى متأخرا طيب كيف يقول الله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء في الماضي انظروا أيها الأحبة من الخطأ أن نقيس النظريات المتغيرة وغير الثابتة بالقرآن الكريم الذي هو الثابت نحن عندما نقول هناك إشارات في القرآن الكريم لحقائق علمية نظرية الانفجار الكبير التي تتحدث عن نشوء الكون ونظرية التوسع المفاجئ أو التضخم المفاجئ وغيرها من نظريات هي نظريات نظريات ليست حقائق يعني العلماء اليوم لا يستطيعون أن يحسبوا بالورق والقلم وبدقة كاملة تاريخ الكون هم يتوقعون يقولون بناء على توقعات ومشاهدات وتجارب تبين لنا أن هذا الكون وجد قبل 13.7 مليار سنة ووجد بهذا الشكل أنه تطور بهذا الشكل طيب ماذا يوجد قبل الكون لا يعرفون هم يقولون أنه لا يوجد شيء وهم يعتبرون أن الكون هو كل شيء وهذا خطأ لأن الكون الذي نراه نحن هو مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو ليس كل شيء هم بنوا هذه النظريات على أساس أنه لا يوجد خالق للكون وأن هذا الكون هو كل شيء طيب نحن الآن لم نرى السماء السابعة مثلاً وهي مخلوقة الله تعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح السماء هي سبع طبقات خلق سبع سماوات طباقة الطبقة الدنيا هي المزينة بالمصابيح أي بالنجوم يعني كل هذه المجرات والنجوم التي نراها حقيقة هي في السماء الدنيا نحن لم نرى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كل معلوماتنا هي عبارة عن السماء الدنيا إذن العلم اليوم عاجز عن الوصول إلى ما بعد أبعد مجرة كما يقولون تبعد عنها بحدود 13 مليار سنة ضوئية والتي اكتشفت مؤخراً هم لا يعلمون ماذا يوجد بعد ذلك وماذا يوجد قبل الانفجار الكبير لو كان صحيحاً طبعاً نحن لا نقول هناك انفجار نقول هناك رتق وفتق وهناك نسيج محبوك من الحبك كما أكد القرآن هذه الحقائق إذن أحبتي في الله الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات خارج هذا الكون يعني الله عز وجل لم يخلق فقط الكون خلق ربما أكوان أخرى خلق كميات من الماء ربما تعادل أضعاف حجم الكون الذين عيشوا فيه موجودة خارج الكون لأن عرش الرحمن أحبتي في الله أنظروا عرش الرحمن ليس موجوداً داخل الكون لأن الكون هو مخلوق صغير يعني ولله المثل الأعلى أنا الآن أجلس هنا ولدي هنا ذرة تسبح في الفضاء هي الكون فمن الخطأ أن تضعني داخل الذرة طبعاً ولله المثل الأعلى نحن نحاول أن نفهم الله عز وجل أكبر من السماوات والأرض والمخلوقات وأكبر من أي شيء يمكن أن نتصوراً لذلك في الأذان نحن نقول الله أكبر نكررها كثيراً أيها الأحبة فالله عز وجل جعل السماوات السبع هي جزء صغير لا يكاد يرى أمام كرسي الرحمن والكرسي هو أيضاً أقل من العرش العرش شيء كبير فعندما تقول الآية وكان عرشه على الماء الآية هنا تتحدث عن شيء يقع خارج الكون خارج كوننا لأن هذا الكون بسمائه وأرضه ونجومه وكواكبه كل ما نرى هذه المليارات من النجوم والمجرات لا تساوي إلا ذر أو أقل أمام عرش الرحمن وكان عرشه على الماء هذه آية غيبية نحن لا نستطيع أن نكتشفها لماذا؟ لأنها اتقع أو القرآن يحدثنا عن شيء خارج الكون وخارج عقولنا فالملحد الذي يعني طبعاً هذا السؤال على ما يبدو سأله الأخ لأنه قرأ ربما قرأ على أحد مواقع الإلحادية شبه تقول كيف تقولون وكان عرشه على الماء وثبت علمياً أن الماء لم يخلق إلا متأخراً بعد خلق الكون وبالتالي فهذه الآية فيها خطأ علمي هذه الآية تحدثنا عن جانب غيبي يقع خارج الكون يعني مثلاً الآن لو سألنا العلماء وقلنا لهم كل هذا الكون الذي نراه هناك خارج الكون يعني أنا الآن لو طرحت نظرية على الشكل التالي لو طرحت هذه النظرية كما يلي أيها الأحبة قلت هناك كميات من الماء تعادل مثلاً مليار ضعف حجم الكون مثلاً موجودة خارج الكون هل يستطيع أن يكذبني أحد أو يصدقني إلا بناء على دليل علمي لا طيب أنا طرحت هذه النظرية لا يستطيع أحد أن يقول هذه نظرية غير صحيحة لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج خارج الكون ويكتشف هذا الكلام ولكن سيطلبون مني الإثبات العلمي يعني لا يمكن نقد ذلك ولكن سيطلب مني الإثبات العلمي يعني أنت لا تستطيع أن تنتقد الآية وتقول الآية كاذبة لا يوجد عرش ولا يوجد ماء خارج الكون ولكن أنت يمكنك أن تطلب الدليل تقول ما هو الدليل على هذا الكلام نقول لك هناك معجزات علمية وكونية وفلكية وطبية ونفسية في القرآن الكريم هذه المعجزات تثبت لك أن هذا القرآن مصدره إلهي مصدره الله سبحانه وتعالى وبالتالي بما أنك اقتنعت أن هذا القرآن هو كلام الله فلابد أن تقتنع أن كل ما جاء فيه هو كلام الله وإلا يمكن لأي إنسان أن يقول لك جهنم غير موجودة أثبت لأنها موجودة علميا أثبت لأن إبليس موجودة علميا أثبت لأن الملائكة موجودة علميا أثبت لأن هناك روح علميا طبعا أنت لا تستطيع أن تثبت هذه الأشياء لأن المؤمن أيها الأحبة يجب أن يكون لديها اعتقاد أو إيمان في الغيب الله تعالى ماذا قال بعد الفاتحة الإفلامين في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ماذا؟ الذين يؤمنون بالله؟ لا الذين يؤمنون بالجنة والنار؟ لا أول صفة للمؤمن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والغيب شيء غائب عنه طيب أنا كيف أؤمن بالغيب؟ وأنا لم أرى هذا الغيب أقول لك أنا أؤمن لأنني وافق أن صاحب هذا الكتاب وهو القرآن صادق فيما يقول ومن أصدق من الله قيل فبما أنه ثبت لدي أنه صادق فأنا لا أكذبه في الأشياء التي لا أراها بما أنني صدقته فيما أرى فلا يمكنني أن أكذبه فيما لا أرى يعني أنت اليوم مثلا أديك ثقة بالجي بي اس موقع النظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس الذي نستخدمه جميعا على جوجل إيرث وكذا على الموبايل هذا الموقع أنا بما أنه أخذني أول مشوار وكان صحيح وذهبت إلى مدينة كذا بناء على الخطة التي رسمها ووصلت وبفعل الممارسة والتكرار أنا أصبح لدي يقين أن أي مكان تبحث فيه سيأخذك إلى المكان الصحيح مع العالمي أنه يخطئ أحيانا ولكن اختبرته عدة مرات فلا داعي أن أختبره بكل مناطق الدنيا يكفي أن الاختبار ينجح ثلاث أربع مرات عشر مرات خمسين مرة مئة مرة أصبح له مصداقية عندي كذلك أيها الأحبة أنت هذا القرآن وجدت أن كل التعاليم في القرآن صحيحة حرم الزنا بالفعل الزنا يسبب مشاكل وكوارث وأمراض منقولة جنسيا ويسبب مشاكل اجتماعية مشاكل نفسية واكتئاب وفضائح وكذا إذن حرمه الله ليحميني حرم الخمر لأنه يسبب السرطان وكذا وكذا ليحميني أمرني بالصدقة لأن فيها فوائد كثيرة أمرني بالكلمة الطيبة لأن فيها فوائد أمرني بالصلاة الصلاة فيها فوائد عندما اختبرت هذا القرآن في الأوامر والنواهي ووجدت كل شيء كل ما أمرني به فيه منفعة وكل ما نهاني عنه فيه ضرر ووجدت أن أعداد الكلمات الحروف متناسقة وجدت أن مثلا عندما يتحدث عن الكون يتحدث بدقة مذهلة عندما يتحدث عن الجنين يتحدث بدقة عندما يتحدث عن البحار أعماق البحار موج من فوقه موج يتحدث بدقة أيضا ويصف لنا الحقائق بدقة أنا اختبرته مثلا عشر مرات خمسين مرة مئة مرة أصبح لدي قناعة أن كل ما في هذا القرآن هو الحق الذين يؤمنون بالغيب وهو أمر جاء قبل إقامة الصلاة ألف لام مين ذلك الكتاب لا رهب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذن الإيمان بالغيب مهم جدا أيها الأحبة فالإيمان بالغيب أنا أؤمن بكل ما جاء في هذا القرآن لأنني اختبرت هذا القرآن على مئات الأشياء وكان بالفعل صادقا فأصبح لدي إيمان حتى بالأشياء الغيبية التي لا أرها أما الملحد يطلب الدليل على كل شيء تعطيه مثلا مليون دليل ثم تعطيه الشيء غيبي يقول لك أريد الدليل حتى على هذا الشيء إذن هو لا يريد أن يؤمن إذن أحبة في الله منخص هذا الكلام أن قول الله تبارك وتعالى وكان عرشه على الماء هذه آية غيبية تتحدث عن شيء خارج الكون الماء يقع خارج الكون ولا يمكن لأجهزتنا أن ترصده وتقيسه فهذه آية تقع من آيات الغيبية ينبغي علينا أن نؤمن بها ولا تتناقض مع حقيقة علمية المعلومات التي وصلتنا حتى الآن لا تزال معلومات تقع ضمن هذا الكون الذي نرى أما خارج الكون العلم لم يصل لذلك لا نستطيع أن ننكر لا من الناحية العلمية ولا المنطقية ولا العقلية أن ننكر هذه الآية وبالتالي ينبغي أن نؤمن بها إلا إذا أراد الله لهؤلاء العلماء أن يكشفوا سر من أسرار هذه الآية في المستقبل فنزداد إيمانا بذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والحمد لله رب العالمين